ممتلكات البحرين القابضة قال معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات يسعدنا أن نرحب بالسيد خالد الرميح وتعينه في منصبه الجديد رئيسا تنفيذيا لممتلكات وهو من الكفاءات الوطنية التي تزخر بها مملكة البحرين واستطاع عبر المهام المختلفة التي تولاها تحقيق نجاحات متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة مضيفا معاليه تطلع مجلس إدارة الشركة لقيام السيد خالد الرميح للعمل على تمكين ممتلكات جنبا إلى جنب مع فريق الشركة من مواصلة تحقيق أهدافها والمتمثلة في إدارة الأصول التجارية والاستثمارية على نحو يدعم الاقتصاد الوطني ويصب في صالح التنمية المستدامة كما أعرب معاليه عن شكره للسيد محمود هاشم الكوهجي الرئيس التنفيذي السابق لشركة ممتلكات على الجهود التي بذلها أثناء توليه هذه المسؤولية طوال السنوات الماضية التي كانت فيها الأسواق العالمية غير مستقرة إلا أن الشركة حافظت خلالها على أدائها الذي يعكس مرونة النهج الاستثماري الذي تسير عليه الشركة بهدف تنمية ثرواتنا الوطنية لجعلها أكثر استدامة وقبل تعينه في منصبه الجديد كان السيد الرميحي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية منذ العام 2015 ورئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاستثمار العقاري إدامة الذراع العقارية لشركة ممتلكات منذ العام 2017 كما شغل منصب الرئيس التنفيذي في بنك اندستكورب وعمل فيه لأكثر من عشرة أعوام وعمل لمدة تسعة أعوام في بنك جي بي مورغان حيث تقلد فيه منصب رئيس قسم الخدمات المصرفية الخاصة في منطقة الخليج للبنك كما تولى عددا من المناصب في مجالس إدارات كل من بنك البحرين الوطني وشركة طيران الخليج وشركة الأوراق المالية والاستثمار سيكو كما شغل سابقا منصب رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين وهو حاصل على شهادة باكالوريوس علوم في المهمات الدبلوماسية الخارجية من جامعة جورج تاون في واشنطن الولايات المتحدة ونال شهادة الماجسير في السياسات العامة من جامعة هارفورد الأمريكية ترجمة نانسي قنقر